نعم أريد أن أأتي لنقطة جوهرية جدا جدا كلنا أنا شخصيا وقفت أمام العودة بعد أبحاث ما بعد الدكتوراه في ألمانيا أو أني أكمل ورجعت بالفعل عدة أشهر وقررت أن أرجع تاني القصة مع الدكتور نادر قصة لما رجعت لا في ناسا هل فكرت أنك تكمل أكثر عدد سنوات ومثلا فكرت أنك تستمر في أمريكا ولا كان رابطك الرابط اللي بيربطك بالجزائر هو العقد في فرق بين الرابط يربطني العقد وفي فرق أن أنا داخليا أريد أن أرجع أن كل ما تعلمت في الغرب أو في أمريكا وناسا وأن كله لبلدي أريد أن أعرف التمس هنا المحطات المهمة في تفكير حددك في هذه النقطة هو فعلا مش العقد ولو أنه العقد قانونيا كنت تعرف كامل أي حاجة يعني تتصرف أنت بعدين يعني بشوف وفعلا في ناس كثيرين كان عندهم عقد وما رجعوا وبعد ذلك يعني الجزائر ما تابعت حد نعم ما تابعت حد قانونيا إذن هو أخلاقيا هو أخلاقيا نعم هو فعلا أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا أنا كان عندي عقد نفسي اجتماعي مع بلدي ومع عائلتي أنا أكبر الأولاد في البيت نعم إذا أنا أول واحد أطلع الأمريكا وأحصل لي على شهادة جيدة وادخل مؤسسة مثل الناسة وبعدين ما أرجع يعني أنا أعطيت أي مثل ما هو المثل الذي أعطيته أنه جماعة ما حد يسأل عن العائلة ولا حد يسأل عن الأهل أو يسأل عن البلد خلاص كل واحد يشوف طريق نفسه هذا مش أخلاق هذا ليس نموذج طيب هذا ليس نموذج مش أخلاق فأنا عندي عائلة أنا عندي والدين وأنا عندي إخوة وأخوات وأنا عندي بلد وفعلا ذاك الوقت يعني مع تقريبا سنة تسعين لما خلصت أنا ولازم أرجع الجزائر لا تزال عندها مستقبل كنا نعتقد أن الجزائر ستكون غدا يعني بلدا مهما في العالم مش فقط في المنطقة في العالم لكن طبعا تاريخ يعني يمر بتقلبات وحصلت أشياء في الجزائر بما فيها حرب أهلية وإنقلابات ومشاكل حصلت للجزائر لكن في تلك الفترة كانت قناعة معظم الناس داخل الجزائر الجزائر أنه لا الجزائر ممكن تصير شيء نعم ورجعت فعلا ورجعت حسمة بعد دكتورات نعم نعم ورجعت وعملت لمدة حوالي أربع خمس سنوات خمس سنوات نعم في أحد الجامعات في الجزائر في إحدى الجزائر أو بعدها قررت لا مش قررت هو أنا اضطريت أنه الجزائر خلاص صار فيها فوضى يعني عسكرية خلي نقول يعني صار فيها حرب ناس يعني الموتى يقدرون الآن في تلك الفترة في العشرية السوداء الحقبة هذه في الحقبة مئتي ألف شخص ماتوا مئتين ألف مئتين ألف يعني حرب بين الجماعات المسلحة وبين الحكومة والشعب في الوسط والجامعات مدمرة في أي بيئة تعمل في أي بيئة يعني أنا الكل كان يقول لي نضال أنت لا تبقى لأن أصلا أنت يا إما تجيك رصاصة بالخطأ يا إما تعتقل لسبب ما أنك تكلمت وما تكلمت أو في أسوأ الأحوال أو في أقل الأحوال حتى لو أنت ما حد ما جاتك لا رصاصة ولا اعتقلت حد ولا أي شيء أنت البيئة اللي بتعمل فيها هذه شو تعمل معامل أي أبحاث و أي علم و أي تعليم انتقلت بعد ذلك إلى الكويت و منها إلى الإمارات طيب الآن يعني أنا ما شاء الله يعني عدة دول متعددة اللغات نعم دام حالة سفرت عدة دول ما يميز البيئة العمل الأمريكية وبيئة البحث العلمي الأمريكية وما يميز بيئة الخليج ما شاء الله 35 سنة ما شاء الله في جامعات في الخليج كيف ترى الفارق ما بين لن أقول الجزائر لأن ساعتها يصعب المقارنة يعني مقارنة ظالمة للجزائر لكن خلينا نقول بلدان مستقرة وهنا بحث علمي ودولة عظيمة جدا وقبلة الدنيا في العلم ايه أهم الملامح التي تفرق أمريكا عن الإمارات وعن الكويت أمريكا أول شي جامعات عمرها أكثر من مئتي سنة تحدث عن إرث وتاريخ وتقليد يعني طريقة عمل نعم الجامعات في الخليج معظمها لا تزيد عن حوالي 25 سنة معظمها نعم يعني الجامعات التي عمرها أكثر من 25 سنة في الخليج كله تعد على أصابع اليد نعم فأنت أصلا عندك يعني يحتاج لك في وقت يعني تعرف في مثال واحد واحد راح بريطانيا وشاف في بعض الحدائق باركس وبعض الجامعات وبعض الأماكن فيها العشب الأخضر الجميل نعم مرتب نعم فوقف ووقف وبعدين وجد شخص اللي هو يعني بالعشب نعم هذا القاردنر هذا نعم فأرحلوا قالوا كيف يصير العشب عندكم هكذا كيف تعملوا له حتى يصير هكذا قالوا بيأخذ مئتين سنة بمعنى أنه تأخذ وقت وفترة وتعيد وتحسن وشوية وشوية مش بين يوم وغد نعم